لا يعني هل أنت أهلاوي ولا بتشجع عنده أخرى ولا ما بصك كابتال إسلام ما عادت في العمل العام وأنت نهاردة مسؤول عن 18 نادي أكيد كل واحد فينا في حياته الطبقية عنده نادي بيحبه وبيشجعه ولكن مجرد أن أنت بتخش العمل العام أنت بتاع 18 نادي فأنا بشجع فعلا عن 18 نادي شجع الدوري المصري بشجع كاس الرابطة طيب كريم بيسألك إمتى هنشوف الدوري يكون فيه مكافآت فوز بالدوري يعني ده بنتشوفه بريح كان معي تخالد علي اللي هو المنصق العام لنادي سانداونز فهو ما يعرفش هو بيتكلم عادي فبيقولي أول أنتوا مكافآت للدوري عنده كام هنا 40 مليون 50 مليون قلتول 50 مليون إيه قال لي 50 مليون جنيه قلتول لا حبيبي احنا معدلش مكافآ احنا بناخد الدرع وبيقولولك بمبناية في الأخ كل سالة وانت طيب شوف بقى العربة ديه في حيات الكسر رابطة اه مش احنا بنقول الجواز قلالة اه هي أعلى جايزة مالية في أي مسابقة في الكرام مصرية طبعا ما هي أعلى جايزة احنا شرحنا للناس التكلفة فعلا تشاهدنا عن الأندية لكن لما لا يا في جايزة في كاس مصر في جايزة والدوري في جايزة أعتقد بس يمكن ما يجيبش 50 في المية من كاس رابطة اه برغم التكلفة اللي شناها شكاية بقول لحاجة النقاش أو الشرح يوصل للناس فرق المنتج أو فرق اللي حاجة رايح له ايه عندنا أحلام في درع الدوري عندنا أحلام في جايز طب ايه جيني حلم من أحلام درع الدوري مثلا ان شاء الله بس خريباك احنا النادي الأكثر يعني دي ما فاش احنا النادي الأكثر حصولا على الدوري ده رقب ده حقيق ايه وبالتالي احنا بالنسبة لنا لما الدوري بشكله بتعمل بشكل آخر اعتقد المرأة تبقاءها أفضل اعتقد انديكيشن كاسر رابطة وتصنيعه في انجلترا بكنا بنيدي بيه ميسج ان شاء الله اللي جاي لللي جاي اه وشكل درع الدوري هيكون فعلا يليق بالدوري المصر ان شاء الله شغالين عليه شغالين على الحاجات كتيرة جوة الدور يعني بس احنا 3 شهر فلما حاجت ايس الحمد لله فعلا 3 شهر يعني عمل متواصل قبل بس مطلع شوف رأي الجمهور في أداء الرابطة بقى لانه مهم جدا نعرف رأي الناس في أداء الرابطة يعني برضو مولانا العاشق بيسأل بيقولك ايه خطة رابطة لحل رابطة الأندية لحل مشاكل التحكيم يا مولانا مولانا صح مولانا العاشق هنقعد ان شاء الله مع الاتحاد المجلس المنتخب اللي جاي هنعرض عليه كل شكاوي الأندية والمشكلات اللي وجهناها معاهم وهنشوف التصور بينا وبينهم ايه لكن في الآخر لازم هكون حاجة اللي تتمشي الأمور في المصاري الصحيح وفي حتة التحكيم خلينا نقول لازم الحكم المصري هو لازم في الآخر كلنا نبقى متفاهمين كويس انه عنصر من عناصر الدوري المصري زي اللاعب المصري زي المدير الفني المصري زي مجلس قدرة ايناتي هل من الممكن انه كنت عايز تقول حاجة تاهمة؟ اه قابل انه يغلط وهو عنصر من عناصر اللعبة وده من حلاوة كرة القدر ولكن احنا اللي بندور عليه ايه؟ بندور على فير بلاي بندور على أخطاء غير متكررة بندور على ان احنا ما نخشش في ديبيت في تصريحات فنية ده اللي احنا طالبينه بروبه عليك؟ لكن مش طالب ان الحاكم ده مش هيغلط لا طبعا هيغلط ولكن وكل الدوريات بس يبقى غلط طبيعي مش متكرر اه قايم على الفير بلاي ما يبقاش حاجة يعني يعني ما يبقاش جون دخل عدة الخط ومتقال نامي جون مثلا لانه لكن الخطأ وارد زي ما اللاعب بيغلط هو مش النهار ده رأس حربة أحسن رأس حربة في العالم ويضيع ممكن جدا محمد صلاح بيضيع ما هو أحسن رأس في العالم بزبط وأحسن رأي طيب وأحسن مدافع في العالم مش يقدر يجيه في نفس جون طبعا وأحسن حارس مرموة في العالم ما يخش في جون طبعا هي دي كرة وحلوتها طب هل من بس احنا لازم هنفضل ورا ملف التحكيم لحد ما نوصل بيه ان شاء الله للفير بلاي كان هناك بعض الأصوات بتطالب ان يكون هناك رئيس للاجنة الحكام محترف محترف وحنا مش ساعات بنجيب مدير فني أجنبي أه بيحسن موجود أبدي إيه مديرين فني أجنبين في الدوري يعني أهلي وزمالك أكبر نديين موجود فيه مدير فني أجنبي طب المشكلة أن أنا يعني النهاردة مدام حد هيدوف لي حاجة أو أنا هستفيد منه في الصناعة دي ده ما مش شايفوا أن هو يضر يعني وهي الفكرة مش في الأجنبي أو في مصري على قد من المنظومة تبقى مشية زي ما فيه مديرين فنيين مصريين هايدين فيه مديرين فنيين أجنب هايدين طبعا هي الفكرة أن أنت اللي يضبط المنظومة في المرحلة والتوقيت طيب خلينا نتلع نشوف الجمهور ورائي